رح نحكي الآن عن طريقة لعرض الرسائل شبيهة بالتوست ميسج اسمها سناك بار شو هو السناك بار؟ السناك بار بكل بساطة هو الرسالة اللي بتعمل سلايد أب من أسفل الشاشة أو من أي مكان بالشكل هذا وبتختفي بعد فترة معينة مقدرة بفترة التوست ميسج يعني مثلاً ثلاث ثواني أو ثانية هاي بنفس الفكرة بعد ثلاث ثواني أو ثانية بتختفي وبتظهر معك هاي العملية بنسميها سناك بار طبعاً السناك بار هذا مش موجود تلقائياً في الفيرجين تحت الاندرويد اللي انت بتستخدمها لأنه هو صمموه حديثاً فلازم تروح على الجرادل وتضيف السطر هاد اللي هو implementation للكوم.اندرويد.support.design28 أو حسب الفيرجين اللي انت بتستخدمها أنا 28 لأنه الكمبيل SDK 28 فلازم تحط السطر اللي موجود عندك في الجرادل آآ في ملف الجرادل الخاص بالموديول لأنه زي ما حكينا في منها support library لللكود و support library للديزاين فالسناك بار موجود في الخاصة بالديزاين طبعاً عشان تتعامل مع السناك بار كيف بدك تتعامل معه تكتب نفس مكونة تتعامل مع التوست بالضبط سناك بار دوت بس الميثود هنا اسمها make مش ميك توست الميك هادي بتاخد ثلاثة argument الارجومنت الاولي view لاحظ مش context لا هنا view في التوست كنت انت تتعامل مع context أو سياق معين لكن هنا انت بتتعامل مع view أو عنصر على الشاشة ليش لأنه كان زمان بإمكانه يظهر والشاشة مسكرة لكن هنا التوست الاو لا يمكن انه يظهر الا يكون فيه شاشة مفتوحة عندك فما بنفع اظهر الاسناك بار في الهواء لازم يكون مرتبط بتصميم معين هاي الفيو والارجومنت التاني اللي هو النص اللي بدك تعرضه سواء كان نص ثابت كاتبه بالدبل كوتيشن أو نص موجود في الفاليوز وانت بتستدعيه والارجومنت التالت اللي هو الديوريشن أو المدة اللي بدك تعرض فيها لسناك بار زي مثلا لينث لونج أو شورت اللي هو ثانية وثلاث ثلاث ثواني وبعد هيك بتستدعي مثل اسمها شوء لكن قبل هيك بدي اروح اشوف الفيو شو هي الفيو اللي انا بدي اركبها على التوست عشان ينارض عليها ايجا حكالك ركز معايا كويس في المعلومة هادي عشان تضلها في بالك التصميم اللي موجود عندك تصميم في اب وابناء يعني مثلا هنا هيكون في اب لينير ليوت وفي جوابة البتون هاد خلينا نسميه مثلا بيتي ان سناك مثلا وهنا خليني احكيله ان اسمه مثلا اوكي الان البتون هادا وين موجود البتون هادا موجود جوا الاب تبعه اللي هو لينير ليوت ايجا حكالك شو الفيو اللي المفروض تحطها انت هنا قال لك اي فيو موجودة في الشاشة شو يعني اي فيو موجودة في الشاشة يعني اي فيو موجودة في الشاشة لو الشاشة عندك فيها ميتي فيو هاتلي اي فيو منهم وانا بدي اعرض لك الاسناك بار في اسفل الشاشة طيب ليش هو ما ثبت الموضوع ليش ما خلا يعطيني الشاشة نفسه او اشي معين ليش سمح لي اني اخد اي فيو ركز معايا التعامل مع الاسناك بار بيتم كالتالي انت بتعطي المثود هادي لفيو تبعتك ولنفرض ايش يعني فيو العنصر اللي بينعرض هذا اللي هو مثلا البتون ولنفرض بعدتلها البتون رح تاخد البتون وتظلها تبحث في الاباء تابعون البتون لعند ما تصل لاب احنا بنسميه كوردينيتور لياوت ركز في الكلمة هادي لاني رح احكي عنها في الفيديو اللي بعد هيك الكوردينيتور لياوت هادا نوع من انواع اللياوت هو اساسه فريم لياوت اللي هي اللي بتاخد عنصر واحد اساس الكوردينيتور لياوت فريم لياوت ولكن بكستمايزيشن معين او بتفصيلات زيادة ضفوها عليها وسمحونا نستخدم ورح نحكي عنه ولكن مبدئيا الفكرة من التعامل مع الاسناك بار انه بيارض لك التوست بياخد العنصر اللي انت عطيته اياه وبيروح بيدور هل الابو تبعه كوردينيتور لياوت والله اذا نعم خلاص بيارضوا على الكوردينيتور لياوت طيب اذا لا بيروح بيبحث على الابو تبع الابو اللي هو الجد هل الجد كوردينيتور لياوت لا روح على ابو هل الجد الجد كوردينيتور لياوت بيضل يطلع 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 لعند ما يوصل للروت اليمنت اللي هو هذا لو ما لقاك كوردينيتور لياوت خلاص بيارضها على وين على الروت اليمنت اللي هو اللينير لياوت ففعليا انت لو اعطيته اي عنصر جوه الشاشة والتصميم تبعك مش كوردينيتور لياوت رح يارضوا على وين على الروت لياوت اللي موجودة عندك فهمنا ليش بيعرضوا دايماً على الروت لياوت لأنه بيضلوا يطلعوا ويبحث في الأباء تبعونه لعندما يوصل للكوردينيتور لياوت وبما إنه ما فينا كوردينيتور لياوت رح يظهروا في اللينير لياوت اللي هي الروت تبعتنا ممتاز جداً فخليني أعمل انفلات سريع للعنصر رح أفرجيك بعد هيك في الفيديو اللي بعد هيك كيف ممكن أنت تستخدم الكوردينيتور لياوت في أنك تتعامل مع الاسناك بار بيساوي فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دوت بي تي ان سناك بالشكل هذا وهنا باجي بقوله التوست بديه على البتن هذا هو فعلياً مش على البتن ولا لما أضغط على البتن لا هو هيك كأنك بتحكي له اظهروا اللي من أسفل الشاشة كلها فلحاله هيبحث في الأباء تبعون البتن لعندما يوصل للشاشة إيش النص تبعي هنا مثلاً بدي أعطيه هلو اي 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 سناك بار مثلاً تمام او تعطيه بدل هاي كلها اللي هو ايش الرسورس اي دي اللي هو ار دوت سترينج دوت مثلاً اي اسم اللي هو مثلاً اسم التطبيق مثلاً تمام وهنا التالتة تعطيه اللي هو لديوريشن تبعتك سناك بار دوت لينث لونغ دوت شو في الآخر عشان تظهر لسناك بار للمستخدم على الشاشة فلو انت اجد شغلت التطبيق رح اول ما تشتغل الاكتيفتي لأن الكود انا حطه في بداية تشغيل الاكتيفتي اول ما رح تشتغل الاكتيفتي رح يظهر السناك بار عندك من اسفل الشاشة بس رح يظهر بطريقته الاصلية يعني الطريقة الديفولت تبعته ما في زر ولا حاجة شايف هي اظهر يوتيوب ريك اللي هو اسم التطبيق ونزل بعد هيك على اسفل الشاشة فهي الفكرة من التعامل مع هنشوف كيف تخصصه وكيف تتعامل مع في الفيديو اللي بعد هيك